نظمت القوات المسلحة دورة تدريبية مشتركة مع الجانب الأمريكي في مجال التعامل مع العبوات الناسفة المرتجرة وذلك بمشاركة عناصر من القوات الخاصة البحرية والصاعقة والمظلات وعناصر من المهندسين العسكريين لكل الجانبين تضمنت الدورة التدريبية التدريب على مجموعة من الأنشطة النظرية والعملية لأحدث أساليب التعامل مع العبوات الناسفة وطرق مكافحتها باستخدام أحدث أجهزة وسائل البحث والتفتيش للطرق والمنشآت تدريب على الإسعافات الأولية لمصاب العبوات الناسفة والإخلاء الطبي الجوي واختمت الدورة بتنفيذ استعراض لما تم من أنشطة خلال فترة التدريب والذي عكس مدى ما وصلت إليه العناصر المشاركة في التدريب من مستوى عال وراق يمكنها من تنفيذ كافة المهام التي توكل إليها بكفاءة واقتدار وتأتي الدورة التدريبية في إطار التنمية وتعزيز علاقات التعاون الاستراتيجي بين القوات المسلحة المصرية والأمريكية في العديد من المجالات العسكرية